بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بحضراتكم في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة لحضور فاعليات ندوة الإعلام والسياسة التي ينظمها مركز كمال أدهم لصحافة التلفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة إن موضوع ندوة اليوم يناقش متلازمة الإعلام والسياسة فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به بالشكل الذي يؤدي فيه الإعلام دورا سياسيا خطيرا بينما تؤثر السياسة في أجندة وسائل الإعلام وتوجهاتها وهنا يكون وعي الجمهور ومصيره ومستقبله على المحك في ظل واقع مليء بالتحديات وعلى مدار التاريخ لم يكن للإعلام دورا مهم مثل ما هو الآن في ظل التطورات السياسية المتلاحقة والمشهد الإقليمي والعالمي المعقد والمتشابك والصراعات الدولية المحتدمة تلك التي جعلت العقل الجمعية العربية في حالة شتات وحيرة ورغبة في معرفة الحقيقة والوقوف على المعلومة الصادقة دون تهويل أو تهوين ويأتي الإرهاب والعنف الديني ليزيد المشهد تعقيدا وتزيد الحاجة الماسة إلى خطاب ديني وإعلامي وسياسي رشيد ولعلنا نتابع تطورات المشهد في ظل تطلعات عربية لتقوية العلاقات وتقليل التوترات ومواجهة التهديدات المحيطة من كل جانب قبل أن نبدأ يصرني أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وأرحب السيد الأستاذ ياسر رزق الكاتب الصحف ورئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم ومعنى كم تحدث أيضا رئيسي وأشكره على دعوتي لإدارة هذه الندوة الأستاذ الدكتور حسين أمين أستاذ صحافة والإعلام ورئيس مركز أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية ولا يفوتني أن أرحب بحضراتكم من الأستاذة جميعا الحضور من الأستاذة والضيوف والإعلاميين والطلاب الذين حرستم على حضور هذه الندوة والمشاركة فيها فمرحبا بحضراتكم جميعا لننظم الحديث لكل متحدث إن شاء الله حوالي 15 دقيقة للتحدث وبعد ذلك سوف نفتح باب النقاش بإذن الله ومن يريد من حضراتكم مداخلة أو استفسار أرجو أن يرسل لي الإسم والسؤال قدر الإمكان أشكر لحضراتكم وأقدم الآن فضيلة الدكتور الإبراهيم الهدهد لمحدثنا ليحدثنا ولعله واحد من الذين رافقوا فضيلة الإمام الأكبر في كثير من جولاته في الخارج وعاصر بطبيعة الحال وعاصرنا معه زيارة باب الباتيكان لمصر ولقائه بفضيلة الإمام الأكبر وكان هناك من الموضوعات الشيء الكثير الذي يمكن أن يحدثنا فيه فضيلته وعني شخصيا قد نالني حظ أن أحضر لقاء البابا مع فضيلة الإمام الأكبر بناء على دعوة كريمة منه وبحكم أنني في الوقت ذاته أرأس لجنة الحوار بين الأديان والثقافات والأديان ومقرها روما فكنت قريب إلى حد كبير من هذه الزيارة التي تابعناها جميعا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور هدد فليط شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعده فقبل كل شيء مبادر بالاعتذار عن التأخر عن موعد الحضور وأنا تحركت من المقطة من الساعة الرابعة والنصف ولم أصل إلى الجامعة الأمريكية إلا في هذه اللحظة لكن على أي حال هذا لا يعفي من الاعتذار لأنني لم أحسب هذه الحسابات أن يكون الناس كلهم في الشارع سعيد أن بدعوة مركز أدهم لصحاف والإعلام أن أكون ضمن المتحدثين مع الحضور الكرام ومع الأستاذ الجالسي الذي أجلس بجوارهم على المنصة الكريمة معالي الوزير المحافظ مصشار عدل حسين والأستاذ ياسر رزق وهو قمة إعلامية معروفة وكذلك أيضا للأستاذ دكتور حسين أمين وتحياتي لحضراتكم جميعا أما بعد فستحدث في نقاط عاجلة ومهمة أولا أنا ممن يؤمن تماما أن الإعلام لا كما يقال يمثل نصف القضية بل الإعلام يمثل القضية كلها وسلاح الإعلام هو أقوى من أي سلاح آخر وأقوى من أي سلاح فاعل في العالم كله ولولا ذلك ما كانت أمريكا تروج لغزو العراق بدعاية إعلامية تكلفتها أكثر من ملياري دولار وإسرائيل تستخزم الإعلام استخداما أمثل في قضاياها وفي الترسيخ لقضاياها وتنفق مئات الملايين ستكون كلمتي حول الإعلام والتطرف الديني هل الإعلام يشجع على التطرف الديني أم يواجه التطرف الديني ودائما نحن قضية المصطلح لأن مصطلح أي علم هو كالحدود والمعالم التي تفصل بين المعارف وبعضها فما التطرف بالتحديد وهل هناك استقرار على هذا المصطلح والتطرف ظهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نعم التطرف ظهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهناك من لم يعجبه تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ذلك في حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بذهيبة في أديم مقروض من اليمن وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن العطايا فقسمها رسول الله بين أربعة نفر فقام رجل وقد جاء هذا الوصف في الحديث الصحيح قام رجل من الجالسين وصفه كالآتي فقام رجل محلوق شعر الرأسي مشمر الإزاري غائر العينين مشرف الوجنتين فقال يا محمد اتق الله وعدل فقال له وهذا اتهام في العصمة اتهام في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل قال ويحك من لم يعدل إذا لم يعدل رسول الله يعني حتى ما قالوش من يعدل إذا لم يعدل محمد يعني عايز يفكروا أن انت بالشكل ده بتطعن في أسس أو أساس من أسس النبوة الشرط أن يكون معصوما وعلى الرغم من ذلك لم يستمع الرجل ودي بتعطينا فكرة أن المتطرف لا يقبل الحوار ده من أول نقطة ده أنه حتى ما قابلش الحوار مع النبي ذاته صلى الله عليه وسلم وده في عصر النبوة فالرجل ولا مقفيا يعني انصرف حتى ما سمعش أي حوار فقام خالد بن الوليد فقال يا رسول الله دعني فالأضرب عنقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد وما يدريك لعله أن يكون يصلي فقال له يا رسول الله كم من مصل بلسانه وليس في قلبه شيء ودي القضية الصعبة جدا اللي احنا بنعاني منها إن تولى الأمثال الحكم على الأمثال وده من آيات التطرف وانا بأوريكم حضركوا النشأة جاية من وقتين إن من بدايات التطرف أن يتولى المثل الحكم على مثله أنا ما جوش أبدا إن أنا أحكم على بواطن أحد والإيمان مستقر في القلب فلذلك أنا لا أحكم على باطن الناس ولا يجوز للأمثال المتساوية في الإنسانية أن يحكم أحد على الآخر فلما قال خالد له يا رسول الله كم من مصل بلسانه وليس في قلبه شيء قال له إني لم أمر أن أشق بطون الناس ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطائفة ومتى يجوز حربها فهذه الطائفة إذا اجتمعت وصارت قوة محاربة فيجب على الدول أن تحاربها لماذا؟ لأن هذه الطائفة لا مجال للحوار معها ولذلك الإعلام حينما يتولى هذه القضية لأن أحسن ناس استخدموا السوشيال ميديا هم داعش وغير داعش وأنا يعني أنا رجل أزهري ولكن متابع لما أتابع على المواقع الإلكترونية أجد أن المواقع الإعلامية العربية سوى باللغة الإنجليزية أم باللغة العربية 4000 موقع منها 2700 موقع باللغة العربية و 1300 موقع باللغة الإنجليزية أجد في المقابل حسب إحصائية الاتحاد الأوروبي أن مواقع داعش الإلكترونية الإعلامية 5800 موقع يعني معناها أن داعش توشك أن تكون ضعف المواقع الإلكترونية الإعلامية في الجانب الآخر وده شيء يعني مذهل للغاية الأمر الآخر أن هم فعلا يعرفون اللغة العصرية لغة الشباب المعاصر وبيقدروا يخطبوا ويقتنصوا الشباب اللي بين 16 سنة وبين 25 سنة زي ما الإحصائيات الأوروبية قالت أن المنتمين لتنظيم داعش بيتراوح أعمارهما بين 16 ل 25 سنة من الجنسين سواء من الذكور أو من الإنس معناها أن الإعلام بشكل عام أمام تحدي خطير جدا لمواجهة هذا الإرهاب لكن اللي بنشوفه عندنا إحنا في إعلامنا العربي إيه لأن إحنا عندنا استخدم استخدمت أفعال داعش على وجهين الإعلام الغربي استخدمها في التسويق الإعلامي في تشويق صورة الإسلام إن هو ده الإسلام وطبعا العقلية الغربية مش هتميز بين الدين والتدين زي ما أصبح عندنا برضو إحنا في جبهتنا العربية ما فيش تمييز بين الدين وبين التدين في كثير من الأمور فأصبح تصرفات داعش كأنها تمثل الإسلام مع أنه ده نمط من التدين المتطرف اللي بيرفض الإسلام بكل مستوى من المستويات القضية إن الإعلام لما الإعلام الغربي بيعرض هذا الحدث ويعظم من هذا الحدث حتى يصرف الناس عن القناعة بالإسلام وحتى يسوق للناس أن المسلمين دول إرهابيين والإرهاب هو الإسلام والإسلام هو الإرهاب وفي المقابل عندنا في العالم العربي ماذا نصنع نحن أيضا تضع الكاميرا البؤرة على الحدث لكن لا تحلل هذا الحدث إيه الأسباب إيه الدعاوة إيه الأفكار إيه الدوافع لهذه الأشياء طب نبطلها إزاي وبعدين بنلحظ برضو حتى كتير ممن يقبلون أو بعض من يقبلون الاستضافة في وسائل الإعلام لا يكونون متخصصين ولا محللين تحليلا دقيقا فبيتحول التعليق على الحدث إلى مسألة شتائم في داعش وتصرفات داعش والقضية مش كده ده أنا توليت لأنه هما باستخدموا الميديا اللي ما بتكلفهمش جنيه واحد وبعدين إحنا الإعلام اللي متكلف مليارات إحنا بنسوق لهم الحدث اللي هما مش قادرين يسوقوه إعلاميا لكن بيسوقوه إلكترونيا فإيه الدعا أن كل القنوات تيجي تركز على صورة ذبح للطيار الأردني وحرق الطيار الأردني في أفصه وتتولى الوسائل الإعلام نيابة عن داعش أنا معرفش بقصد أم غير قصد ما نقدرش نقول بقصد تتولى التسويق لهذا الحدث المفجع اللي غير مقبول إنسانيا ولا في أي دين من الأديان على الإطلاق دون أن يكون هناك تعليقات وإحنا طبعا الآن بنملك أكثر من 1300 قناة فضائية عربية وطبعا هما زي ما قلنا أن هما بيستخدموا الإعلام الإلكتروني بشكل سريع جدا يعني هما لهم أكثر من 702 موقع عربي لكن الموقع العربي ده مش قادرين أبدا بشرطة الإنترنت أو غيره أن هما يسيطروا على هذه المواقع لأنها تتغير بصفة مستمرة نحن نقول الإعلام له الدور المهم جدا جدا فيه تشكيل الصورة الذهنية لدى الشباب وتشكيل الوعي لدى الشباب ما بنعملش إحنا بدائل في الإعلام بدائل تفتت هذه الأفكار وتفكك هذه الأفكار اللي حضر بمثال واحد فيها إن هو القضية عندهم كلها بتبدأ بشي واحد بتكفير المجتمع زي ما داعش طلعوا بيان قريبا جدا أول عنوان في البيان كيف نفتح مصر ودى تكفير لدولة بأكملها هذا التكفير وعندهم مؤسسات إعلامية تقوم بهذا الأمر كيف نفتح مصر يعني كل مصر دي كفار من ألفها إليها لأنه هو الفكرة عند هؤلاء جميع بتنطلق من فكرة واحدة بس تكفير المجتمع طيب يكفر المجتمع ليه؟ قالك تعالى للقرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويأخذ الآية دا لوحدها وبعدين ييجي يتعامل مع المجتمع أي مجتمع ما بيحكمش بالشريعة لأنه الأول اختزل شريعة الإسلام في خمسة في المئة منها إيه الخمسة في المئة منها اللي هي الحدود إقامة الحدود والحدود دا كأنه قانون عقوبات لأكثر والأقل فبيمثل في الشريعة خمسة في المئة ومع ذلك يعني تطبيقه صعب جدا جدا في الشريعة لأن النبي قال إدراءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم يعني كل ما جاءت شبهة أسقطت حدا فهذا أمر فاختزلوا الشريعة فيه الخمسة في المئة منها شريعة الإسلام وبدأوا يسوأوا أنه أفيش حاكم بيحكم بشريعة الإسلام إذن بنص القرآن هو كافر لو هم إحنا عرضنا أفكارهم دي وجاء علماء متخصصين على وسائل الإعلام هيقدر يردوا بشكل منطقي جدا لأننا عندي ثلاث آيات جنف وصفحة واحدة في سورة المائدة آية بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية بتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الأسلوب ده اسمه عندنا في لغة العرب أسلوب الشرط يعني معناه لما يحصل الشرط لما يحصل الجزاء من ذاكر نجح فهل معقول لأينا إحنا أن الشرط متحت حتى في بنية اللغوية ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله لكن لإلى الجزاء متباين مرة يألف أولئك هم الكافرون ومرة يألف أولئك هم الظالمون ومرة يألف أولئك هم الفاسقون ونحن جميعا نؤمن كل الأديان السماوية تؤمن أن الله عادل فهل معقول أن المخالفة تبقى وحدة والعقاب متباين وما دامت المخالفة متحدة يبقى لابد أن يكون العقاب متحدا فعشان كده بنقول لهم لابد تفهموا طبيعة اللغة العربية أن ما دام العقاب اختلف يبقى هذه المخالفة ليست واحدة ففي واحد يقول لا ما فيش حاجة اسمها قرآن وما فيش حاجة اسمها سنة وأنا مش معترف بالكلام ده يبقى دا له حكم واحد تاني يقول لا والله بس أنا مش شايف أن فيه الأمور مش ملأمة أنا مؤمن بالقرآن وكل حاجة بس شايف أن الأمور مش ملأمة يبقى دا له حكم واحد تاني يقول لا هنطبق الجزء دا ونسيب الجزء دا يبقى له حكم لكنهم ياخدوا الآية الأولى وده منهجهم طبعا في التفكير ومن زمان من سنة 36 هجرية مش من دلوقتي منهجهم في التفكير اقتطاع النصوص يعني أخذ نص وأسيب النصوص التانية ودي بتدخل في مشكلات كبيرة جدا 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 يعني أنا مرة جيت نقشت واحد بيعتنق فكر ما بقول له هو ربنا بينسى ولا ما بينساش لا ربنا كامل لا ينسى والقرآن يقول وما كان ربك نسية قلت له ما القرآن بيقول نس الله فنسيهم هذه الآية دي ضد الآية اللي انت بتقولها فتطلع من الحكاية دي ازاي وصاحب هذا الفكر طبعا لا يؤمن بحاجة اسمها المجاز في القرآن في طبعتنا احنا في الدنيا كلها في واحد يجي قولي والله انا يعني هضمت الكتاب ده واحد تاني يقولي انا شربت الكتاب ده واحد تاني يقولي انا ذكرت الكتاب ده فكل واحد بزل جهد فعايز يعبر عن الجهد اللي بزله في الوعي بالمقرر اللي اراه فبيضطر يلجأ لأسلوب غير اعتيادي أسلوب مجازي أسلوب غير نمطي انزياح عشان يقدر يبلغ هذا التعبير فقال لي لا الناس الله فنسيهم يعني معناها تركهم قلت له هاتلي بقى قوميس اللغة العربية مش هتلاقي النسيان معناها الترك ولكن يبقى النسيان ده مجازي زي ايه ما اتكلمنيش عن علي انا نسيته طب انا بقول اسمه يبقى انا نسيته ازاي يعني معناها اهملته يعني خلاص استبعدته من حياتي استبعدته من اهتماماتي فمعنى ناس الله فنسيهم اي ليسوا في عناية الله ولا ضمن اهتمامات الله يبقى تلتقل ايه الآيتان وده اللي بنسميه عندنا علماء الشريب بنسميه علم التأويل علم التأويل يعني صرف ما يوهم ظاهره التعارض يعني لو فيه آية بتعارض آية بل عقل هنا هو اللي ايه بل عقل اللي حيتدخل عشان يقدر يخلي الآيات مش متعارضة هل ممكن لدي مثل تالي ولا كفائل مثل واحد بس طب جيت برضو سألت سؤال يعني يد الله فوق ايديه قال انا اؤمن ان لله يدا طب كويس انا معاك مدام تؤمن ان ربنا له ايد اللي عندي مشكلة الكلام دا ان انا ما اؤمن ان ربنا له ايد ايبا جاء على صورة الزهنية تصور لشكل الاله فهل الحقل المخلوق الضعيف ده هل بإمكانه وبطاقة يقدر يتصور شكل الاله طبعا مش حيؤمن بديه لكن انا قلنا ناخد الطريق التاني السريع جدا اللي له ايد وله رجل وله كذا هتهلك وهيتبقى من الاله ايه الواجه فقط فهل يستقيم ان يهلك بعض الاله وان يكون هذا جزءا من عقيدتك ليه لأهل دا اللي بنسميه احنا عندنا الاسلام الشكلاني او التدين الشكلاني اللي بيقف عند ظواهر النصوص لا يستبطنها وده بيشكل ازمات كتير جدا جدا منها بقى انهن المسيحين بأعيادهم ولا منهنيش ومنها كذا وبنها كذا يعني معقولة يعني يتزوج بواحدة مسيحية وهم الاثنين على سنة الواحد وعندهم اولاد ويجيهم العيدة حيديها ظهرهم يعني دا منطق ما خلينا في النص القرآني العالي النص القرآني العالي اباح هذا الكلام واشاء من هذا القبيل كثيرة جدا اللي الشاهد اللي عايز اقوله ان انا ارى ان الاعلام لابد ان يكون اعلام مواجهة مواجهة بطريقين بتفكيك هذا الفكر على الطريق متخصصين في القنوات الاعلامية والمواجهة بترسيخ معالم الدين الاسلامي الصحيحة التي تدعو الى الاعتدال والسماحة والرحمة ونشر ثقافة التعايش الى اخره زي ما سيدنا النبي علمنا في الحديث الصحية انه قعد والصحابة مرد جنازة فوقف على حيله فلما قالوا له يا رسول الله انها جنازات يهودي قال اليست نفسا يبقى النبي بعلمنا بان افكار برضه دي من زمن لكن كان النبي بواجهها بشكل مباشر يعني انا سعيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومنشدت ولمكان شوه السياق وما كان شوه السياق واستخل في السياق يعني الحقيقة دانا الخطاء الشرعي لكل اللي حانا بنقرأ من الاعلام وغير ذلك فحنلاقي ان شاء الله لانا اسئلة اكيد بالتأكيد لالاستاذ دكري برايم مهودهود نشكرا عليها وحب انوه انه معانا سعدت السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وبتدخره لانه لازم يلمن الموضوع ويعرفنا الحكاية وخصوصا انه هو الحقيقة يعني بلقيه يرد ويشرح ويقول وجهة نظر الدولة ممثلة في وزارة الخارجية اينما وجد على ظهر الكون ابو سليه مثلا فين بس يطلع تصريح وفين بس يطلع اخر تصريح بتاع البشير يعني سكته في العملية شوية العمالي يقول مزرعات وحاجاته بتاع فاطلع له بس كنت مسافر بين بس قولت يعني المهم فهنا هندخرك لانه احنا محتاجين فعلا رؤية الرؤية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية فيما يدور على الساحل لما هو عايزين يجيب له ضروري ساعة ميجي يتكلم ما فيش مشكلة ساعة ميجي يتكلم ما فيش محكلة الأستاذ ياسر رزق لأيام معروفة ورئيس مجلس الإدارة لأخبار اليوم نشاطه صحفي مقالاته معلومة مؤتمراته القومية الخاصة السلسلة المؤتمرات اللي عملها عن الاقتصاد المصري وغير ذلك لها مكانة في تفكير السياسة المصرية الخاصة بالتنمية ليس بغريب علينا هو من آخر يعني حاجة أعلامها أنه كان مرافقا أو موجودا مع سيادة الرئيس في رحلته للولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة وبالتالي كان قريبا من الأحداث قريبا من الأخبار يقدر يقول لنا هذه الملامح التي يعني شعر بها ولامسها في زياراته وقربه عن التوجهات المصرية الأمريكية وغير ذلك مما يراه في هذه الندوة فليتفضل بشكر سيد المسشار الجليل عدل حسين وبشكر الأساتذة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهودهود والأستاذ الدكتور حسين أمين السيد المسشار أحمد أبوزيد والحضور الكريم أنا الحقيقة يعني أرجو أن ما أتكلمش كتير لأن أحب أسمع أكتر الموضوع المفروض أتكلم عليه على الإعلام والسياسة الخارجية الحقيقة الأعلام في مشكلة في تصور الرأي العام لدور الأعلام خلينا نتكلم الأول على الأعلام والسياسة الخارجية لو احنا بنقول السياسة الخارجية هي خلينا نقول حزمة من التوابط والأهداف والإجراءات الهدف منها الدفاع عن مصالح الدولة الحيوية وتحقيق استراتيجياتها في إقلمها وفي مجالها الحيوي وفي نطاقات أمنها القوم في أدوات بتحقق السياسة الخارجية أولها هي الأدات ديبلوماسية الأدات ديبلوماسية من خلال العلاقات السنائية أو العلاقات متعددة الأطراف أو على مستوى المحافل الدولية العلاقات خلينا نقول الجمعية الجمعية في الأمم المتحدة في بنتكلم على المستوى الإقليمي في الجامعة العربية بالنسبة لنا أو في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي في حالة دول أوروبا الأعضاء في أداء أخرى هي الأدالة الاقتصادية الأدالة الاقتصادية بتحقق السياسة السياسة الخارجية لدولة ما أو تكتل من الدول أو تحالف عن طريق المساعدات سواء منح أو قروض عن طريق الاستثمارات بالضخ أو بالإقلال من الاستثمارات وعن طريق الضغوط الاقتصادية اللي بتصل في النهاية لقرارات أممية بحرمان دول أو بالضغوط عليها سواء دول أو شركات تابعة لها أو أفراد زي ما بنشوف في نواحي كثيرة جدا وهناك أمثلة كثيرة على ذلك الأداة الثالثة بتحقق السياسة الخارجية لأي دولة أو تحالف هي الأداة العسكرية يلجأ إليها في التصور بعد فشل الأداتين السابقتين اللي هي الأداة الدبلوماسية أو الأداة الاقتصادية في تحقيق السياسة الخارجية أيضاً في التصورات يعني ده ربما من ما بعد الحرب العالمية الثانية الأداة الإعلامية الأداة الإعلامية هي من أكثر الأدوات ظهوراً وفعالية خاصة بعد حرب الخليجي الأولى تحديداً لما شفنا حرب على الهواء الأداة الإعلامية مش بس هي الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومجازاً وسائل التواصل الحقيقة الإعلام لا يوجد ما يسمى بإعلام محايد على الإطلاق هذه أجزوبة كأجزوبة العدل على الأرض لا يوجد حاجة اسمها إعلام محايد بنقدر نقول إعلام يتوخل موضوعية أكثر من غيره أو إعلام يتصف بالاحترام أو بالمهنية لا يوجد إعلام محايد بدليل أن في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال كبرى الصحف الرصينة والمحترمة في بريطانيا وفي الولايات المتحدة لم تكن تتناول أنباء الحرب العالمية الثانية على أنها محايدة بين الحلفاء والمحور وكذلك في أي مكان آخر لا يمكن تصور حتى وأنا راجل صحفي وبدأ للموضوعية أنه في حالة وقوة معركة حربية أو في حالة شيء مع إسرائيل أن أنا أبقى محايد فبيتخذ هنا بتصل الأمور إلى فيه دعاية أحد أشكال أخرى من الإعلام والحرب النفسية هناك أيضا وظيفة الترفية ودي أحد وظائف الإعلام على سبيل المثال الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى ابتدت تتغلغل في العالم بالسينما في هوليوود في وظيفة الترفية ابتدت تروج وعلى مدار السنوات الماضية لأسلوب الحياة الأمريكية بعد في عصر الحرب البردة ابتدت يبقى فيه مقارنات وبنشوف بين الحياة في المعسكر الشرقي وحياة نقيد لها الديمقراطية والرفاهية الموجودة ونقيد لها في المعسكر الشرقي وده جزء من تحقيق السياسة الخارجية للدولة شفناه في الأفلام في مسلسلات التلفزيون حتى في الموسيقى والغناء وفي اللوحات الفنية بنتكلم على فكرة السوبرمان فكرة رامبو قبل حرب الخليج الأمريكي القادر على أن يقاتل قتالاً يشبه قتال كتيبة وهو بمفرده دي أشكال بتؤدي في الآخر لإظهار صورة بتخدم في النهاية السياسة الخارجية بتخدم في الحرب النفسية بترسم صورة للدولة مبالغ فيها لكنها في النهاية بتؤدي لخدمة أهداف السياسة الخارجية لهذه الدولة لو بنشوف مصر مصر لم تحتل أي دولة عربية على الإطلاق لما مصر احتلت الوجدان العربي واحتلت المشاعر العربية وعايز أقول وصلت إلى التأثير البالغ على عدة أجيال من الدولة العربية بالفنون والأداب وكانت أحد الوسائل لذلك السينما المصرية الكتاب المصري وأيضاً وصلت بأفكار ثورة 23 يوليو إلى كل العرب ونفخت في مشاعر القومي العربية عن طريق صوت العرب عايز أقول حدثت انتكاسة في مصر كلها في حرب سبع وستيل وهي أواني مستوى الترقى ما جرى على الاقتصاد وما جرى على البنية الأساسية وما جرى على مستوى معيشة المصريين وما جرى في نفسيات المصريين وما جرى من تشوهات في كل شيء انعكس أيضاً على الإعلام وعلى الثقافة المصرية بالتراجعة شفنا في حقبة الثمانينات السعودية أصدرت الشرق الأوسط تريد أن ترد الدور المصري أصدرت الشرق الأوسط وأشترت جريدة الحياة من كامل مروة وبدأت في كسب ولاء بعض المؤلفة قلوبهم من الإعلامين العرب في دول العربية مختلفة بحيث أن بعض الصحف ووسائل الإعلام العربية تكون مولية للسياسة الخارجية السعودية أو على الأقل تمنع انتقاد السياسة الخارجية السعودية عن طريق وسائل كثيرة جداً منها الوسيلة الاقتصادية فيبقى عندها صحف ووسائل الإعلام مملوكة لها وعندها أيضاً تأثيرها من خلال عناصر مولين لها شفنا في قطر قناة الجزيرة قناة الجزيرة كان لها دور كبير جداً لا يمكن إنكاره في ما جرى من عام 2011 وما بعده من أول تونس ومصر وسوريا وليبيا وغيره شفنا أيضاً أن قناة واحدة قدرت أن يعني أن يكون لها الحقيقة مش إنها أداة من أدوات تنفيذ سياسة خارجية استعادت عنها قطر في تحقيق سياساتها الخارجية تقريباً في معظمها تقريباً في معظمها عن طريق قناة وعن طريق شقيقات لها أضعف زي قناة الجزيرة الدولية طيب إحنا بنتكلم على إحنا الألام المصري إزاي يكون أداة فعالة في تحقيق السياسة الخارجية المصرية وليس معرقلاً لأهداف السياسة الخارجية المصرية خلينا أقول كده أحد أهم إنجازات مصر في العصر الحديث من محمد علي بالعكس نرجع كمان في الدولة العثمانية ومن قبلها في الممليك تحديداً من معركة حطين 1187 ثم بعدها معركة عينجالوت 1260 من 1260 حتى 1973 هي نصر أكتوبر حرب أكتوبر وهي معجزة بكل المقاييس وأنا بعد دعوه أنا لا أمل من الرجوع إلى تاريخ حرب أكتوبر لأن دي الحاجة اللي تكشف عن معدن الشعب المصري الحقيقي وتكشف عن شجاعة القادة مهما اختلفت مع الرئيس أنا والسادات وأنا اختلفت معه كثيراً جداً وإحنا في الجامعة ومنا تظاهر ضده وكان بديفيد والقضية والعرب وأشياء كثيرة ده بعد وفاته كمان يعني أنا كلام في الجامعة من بعد وفاته وبنحمله كل شيء لكن اتخذ قراره بالحرب رغم أنه يعلم أن إسرائيل تمتلك 13 قنبلة زرية رغم أنه يعلم لو إحنا فتشنا عن كتبنا أكتوبر وور كتبنا يوم كيبور وور كتبنا أي حاجة باللغة الإنجليزية ونشوف قوات المصرية لقيت هزيمة منكرة في حرب أكتوبر بدأت بعملية هجومية فشلت واستطعت إسرائيل أن تلحق هزائم فادحة بالقوات السورية وممكن نفهم الموضوع ده من ناحية العسكرية بالقوات المصرية وهذا غير حقيقة على الإطلاق في حرب تلاتة وسبعين خسارة كاملة عسكرياً وستراتيجياً لإسرائيل قدام القوات المصرية حتى لما بنشوفها احنا عملنا بالتعبير العسكري خمس رؤوس كباري شرق القناة هم عملوا رأس كبري مضاد في الدفلسور أو ما يسمى بالسغرة النهاية أن إسرائيل انسحبت من كامل سيناء والقعدة اللي معروفة لن تستطيع أن تحصل بالسلام على أرض لا تستطيع الحصول على إيها بالحرب دي قاعدة مطلقة ونقدر نطبقها على القضية الفلسطينية ونقدر نشوف هتوصل لفين طيب احنا مش عارفين نخاطب العالم في أهم إنجاز لنا نيجي في مصر عندنا الإعلام المصري بشكل عام عندنا الإعلام الرسمي ممثل في ماس بيرو ممثل في الصحف القومية عندنا الإعلام الخاص ممثل في طبعا عارفين صحف القومية وعارفين الصحف الخاصة صحف الخاصة زي المصري اليوم والوطن واليوم السابع والشروق مثلا الصحف القومية الأهرام والأخبار وجمهورية ودي مؤسسات على فكرة مش مجرد صحف يعني مصري اليوم بتصدر صحيفة الوطن بتصدر صحيفة الأهرام بتصدر 17 إصدار أخبار اليوم 13 إصدار الجمهورية حوالي 10 إصدارات مؤسسات كبرى عندها مطابع عندها شركات توزيع وعندها شركات إعلانات وعندها والصحف الخاصة بتطبع عندها والفضائيات الخاصة الوضع في الإعلام الخاص في التلفزيون اللي احنا شايفينه إن المحطات الفضائية الخاصة متسيدة على ما سبيلو نتيجة مش ضعف إمكانياته نتيجة سوق إدارة عايز أقولي الاعتمادات اللي خاصة بيه ووضعه وإهماله مش نتيجة ضعف إمكانياته على الإطلاق بالذات الإمكانيات البشرية العكس في المؤسسات الصحفية القومية في المقارنة مع صحف الخاصة ما فيش وجه المقارنة تقريبا سواء من حيث الانتشار أو من حيث القوة الإقصادية أو غيره عندنا أيضا الصحف عندنا المواقع الإخبارية للاثنين وعندنا الحسابات للصحف أو للمحطات التلفزيون على وسائل التواصل الاجتماعي كان عندنا أو لسه موجود المحاولات إزاي مخاطب الخارج أنا قلت صوت العرب محطة عربية ضعفت بعد حرب 67 نتيجة ضعف المصداقية كانت محكي لها في التعبير عن حرب 67 فقط اتسقت المواطن العربي والمواطن المواطن العربي مصر بأول هم عندنا أيضا الإزعات الموجهة عندنا إزعات كانت بتصل إلى إفريقيا باللغات واللهجات الإفريقية الموجودة في كل الدول الأفريقية موجودة في نفس اللحظة غير الطبعات نفس الجورنان وذلك بالمحطة تكون على مصر العالم العربي باللغة العربية وفي دراسات لصحف كبرى إنها يكون لها طبعات دولية مش إنك كنت بتواجه الإعلام السعودي إنما مصر تستحق هذا عايزة أقول وسائل التواصل الاجتماعي القائم على يعني فضيلة الدكتور تكلم على يشتغلوا زي هموا عقائديين اللي بيرد عليه موظفين العقائدي يكسب الموظف على طول العقائدي يكسب الموظف خلينا نتعامل معها بأسلوب العمليات العسكرية في تعبير اسمه العمليات الإعلامية زي ما بنتكلم في حرب اقتصادية في حرب ديبلوماسية بتصل طرد السفراء وقتع العلاقات في حرب اقتصادية بتصل لإلغاء اتفاقيات التبادل التجاري وغيرها وفي حرب عسكرية مفهومة بالقتال وفي حرب إعلامية عمليات حرب يعني عمليات لابد أن تظهر بعمليات إيجابية وعمليات سلبية إزاي تبادر وإزاي ترد أعتقد أن فيه جهد لابد من القيام بيه ثم نرجع تاني كل دي نوافذ وسال الإعلام هي نوافذ حضرتك بتتفرج أو الناس بتشوفك من خلال هذه النفذة يعني أنت بتشوف الغير يعني الناس بتشوفك فيه تعبير شهير أن الأعلام هو مرآة المجتمع مش صحيح الأعلام هو لوح زجاجي بنشوف فيه مرآة بتخلي الجب بتاع اللي هو على الشمال تخليه على يمين بتعكس تعكس الشكل إنما زوجي يجي حضرك بقى تلونه بلون وردي أو تلونه بلون رمادي بس في الآخر لا يغير من حقيقة الصورة بتلونه ما تغيرش من حقيقة الصورة خلينا نقول عندنا جزء مهم جدا فيه التعبير عن السياسة الخارجية المصرية وهو هيئة الاستعلمات أصبها الضعف وعدم الاهتمام لأن أوكل أمرها لشخصيات المفروض أن تشعر بأن ترقية لها هي شعرت بأن ده إبعاد لها فاللي جاي محبط ليمكن أن يقوم بأي إنجاز بالإضافة لما جرى من بعد خمسة خمسة وعشرين يعني عندنا فيه خصائص الإعلام المصري الآن إحنا بنتكلم على سياسة خارجية سياسة خارجية إزاي الإعلام المصري إعلام يتصف بالمحلية الشديدة يتصف بتهميش قضايا الإقليم أنا بتكلم على الإعلام المصري في مجموعة يتصف بإهمال القضايا الدولية لا تركز في القضايا الدولية إلا على الأحداث يعني فيه انفجار في منشستر فيه كذا في إندونيسيا فبيجي كحدث بتعمل معها كحادثة كاهتمام عالمي إنما أنت بتناقش إيه اللي بيحصل بتناقش البريكزيت وتأثيرها على كذا بتناقش ترامب غير إنك بتاخد قشور إنه هو روي الأعمال ومش عارف إيه وقال إيه وتاخد التعليقات السخرة إنما تأثير وجوده على الأقل على الإقليم وعلى العلاقات المصري الأمريكية عايزة أقول إن تتعلم إننا أيضا فيما تعلق بالسياسة الخارجية عايزة تعرف والله السودان واللي حتلاقي ما أنت لما ما تتكلمش مش بتكلم على حضارك بس حضرتك وفي رئاسة الجمهورية وفي أجهزة أخرى واللي حتلاقي أنت ربما تميل البيانة اللي طالع من الخارجية وكذلك تعبيرات الرئيس تقريبا نفس المعنى التهديئة والحفاظ على السودان وتخطي اللي عايز سحبنا إليه الرئيس البشير بما يؤثر بعلاقات تاريخية لا يمكن تصور فصمها بمصر والسودان فممكن الناس ما تعرفش تطلع في التلفزيوهات فنسمع سباب وسب يعني سب وقصف وكلام يعني مع احترامي كلام يعني مش لاقي الحقيقة ليه وصف يعني يليق بيه يدمر العلاقات دي على الإطلاق كذلك بالنسبة للدول عربية شديدة الحساسية فيما يخرج عنها من مصر ربما أكثر من دول كثيرة جدا تقبل من غير نمى مصر تبقى حاجة تانية وده نتيجة لمخزون كبير ومكونات كثيرة جدا صنعت مكانة مصر على مدى سنوات طويلة ودخل فيها دخل فيه أشياء كثيرة جدا أنا مش عايز أطول بقول ناتج التعليم هو أن حضرتك يا بتجتهد تعتيم نقص في المعلومات ونقص في التوجهات بتاع السياسة الخارجية المصرية لو أنا عايز أخدم السياسة الخارجية المصرية وأنا ما بقولش الصحف القومية هي الوطنية تريد أن تخدم السياسة والصحف الخاصة لا أولا التلفزيون المصري والعلامة الخاصة لا ناس عايزة تعرف عشان تخدم بلد يؤدي لاجتهادات لاجتهادات بتؤدي لعشوائية وبيؤدي في النهاية لتعبيرات مضادة عن السياسة الخارجية فلا الرأي العام بيعرف ولا في الخارجي حتى في المسؤولين على مستوى دول في الإقليم في الأخر بتشعر بأن السياسة الخارجية المصرية مرتبكة لأن أداة التعبير عنها فيها عشوائية وفيها ارتباك أنا لو حتكلم على زيارة الرئيس للولايات المتحدة رئيس قبل ترامب الأول مرة في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجماعة العامة للأمم المتحدة التقف في نفس اليوم كان أعتقد ساعة سبع مساء بالسيدة هيلاري كلينتون والتقى بعدها بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب المرشح الجمهوري طلب لقاء الرئيس وسرعت هيلاري كلينتون بطلب بعد ما لقيت المسألة فرق الشخصيتين أن هيلاري طلعت اختزلت كل اللقاء في قضية آية حجازي وفي حقوق الإنسان في مصر وهذا الكلام لم يحتل غير خمس دقائق بالكتير طبقا للي عرفته يعني دي الفرس هندين فوميشن يعني من زمن ساعة في اللقاء ومعظم اللقاء كانت ثناء على سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمائل ستونز اللي عملها في مصر في خلال سنتين وأشياء كثيرة جدا دخلت من البدروب بالعربية بتاعتها وطلعت في الأسنصير وخرجت من البدروب دونالد ترامب ده اللي اعتبرات أمنية وكل ده ممكن فهمه دونالد ترامب دخل من البهو الرئيسي من الحديقة بتاعة الفندق على اللوبي على الأسنصير طلع فوق وأول حاجة أنا أحب هذا الحقيقة من المؤسسة الدبروميسية المصرية من عدد معتبر من الصفراء المحترمين وفي رئاسة الجمهورية وفي أجهزة أخرى ترامب هو اللي حيفوز لأسباب عندهم حسابات تقديراتهم هذه التقديرات كانت صديقة رغم كده تحفظنا في التعبير عن لأنه نحن مش طرف نحن مش داخلين انتخابات وبعدين على كل حال أظن أن كان في اتصالات مستمرة مع حملة ترامب وكانت أول اتصال من رئيس ذا الأجنبي بالرئيس المنتخب كان من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعاء لزيارة الولايات المتحدة وتم ترتيب الزيارة نشوفها بالشكل الذي يؤدي إلى نجاحها كان ممكن يسافر في أي وقت إنما احنا برضو مش احنا مش رحين نسلم احنا عندنا مصالح وعندنا أشياء نريد الحفاظ عليها وعندنا مواقف لا نريد أن يتم التعبير عنها مش بتاعتنا قد نجد مواقف بالطريقة اللي احنا بنشوفها في وسائل الإعلام لا تخدم السياسة الخارجية المصرية تؤثر عليها فكان فيه لابد من أشياء معينة يتم الاتفاق عليها وجرى اللقاء وأظنه احنا شفناه أظنه كان اللقاء بلغ النجاح لكن في نفس الوقت يجب عدم اختزال العلاقة المصرية الأمريكية في العلاقة مع دارة ترامب يجب عدم اختصارها في الجمهوريين لأن موجود الجمهوريين الكونجرس بعد كده ممكن بعد سنتين يبقى الديمقراطين هما اليوم الأغلبية لو بنتكلم على الإقليم إحنا عندنا اختلافات ممكن نصطدم في أشياء كثيرة جدا أهمها حتى لو تراجع التركيز عليها دلاتي هي التعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل قبيب للقدس ودوارد في أي شيء رغم بقول إنها رجت مايك بنس بتكلم عليها نائب الرئيس يعني أيضا في تسويت القضاء الفلسطيني إحنا شايفين في زخم لكن في الآخر هي مش مسألة تسوية هي مسألة تتحل إزاي على أي أسس أنا أحب أسمى من حضراتك وحكتفي بالإطالة وأرجو أن ما كنش أزعج لحضراتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ولأنه إعلامي والندو إعلام أنتم لاحظين أن يتولي سبعة ثوان دايزيادة دحاقوا شيء طبيعي ولأن أنا لست من اللي هما المفترض تكلم يعني لكن على الأقل باعتبار بأدير الندوة يعني أخذ لخمس دقائق أنا كده منحة يعني كده أول حاجة الإعلام والسلطة مشكلة يمكن بحفظ حضركه في الأسئلة والحاجات دي عشان دايما ده موضوع بيثار دائما في الأحاديث وأنا شخصيا سبب اهتمامي بالإعلام ويمكن الدكتور حسين عشان قال تعالى دير الندوة يمكن هو سمع أن أنا كنت رئيس محكمة الجنيات المختصة بقضايا الصحافة والإعلام فترة طويلة والنظرة حوالي 35 قضية إعلام وصحافة مرفوع على الإعلاميين يعني قضيته بالبراءة في 34 واحدة واحدة حكم إيدانة غيابي ولما عمل معارضة قدت له براءة يبقى كده يعني الخمسة وثلاثين رمضان كريم كده ليه لأنه هي المهنة الوحيدة اللي تخرج عن قواعد أسرار المهنة بمعنى الطبيب لازم يحافظ على سر مريضه المحامي سر العميل بتاعه المهندس الخبير إلى إلا الصحفي يحافظ على سر مين سر مصدره آه لكن ده شغلته فضحي ولا مغزة في التعبير يفضح شغلته يفضح شغلته ينتهك الأسرار يطلعها لي ويقولها للناس اللي بيخبي وذلك طرع بقى قوانين للحصل على المعلومات ومعرفش إيه والآخر وإلا أنا أدعبس وطلع المعلومة يعني حكاية يعني ده الإعلان ملوش في الأسرار بتاع بقية المهن والحرة وإلا ما هيعمل إذا يعني سابقه إن كان على تغطية الأخبار المندوبين الصغيرين دولهم ماشيين في الشارع وفي الماء بتاعي يجيب خبر ويجيبوا يعني مش غلانة يعني في العمل فدي مهنة مهنة وذلك يبتصطدم بالسلطة أيا كانت هذه السلطة مش عايز أطول لكن أحكي حكاية بان قراءاتي أحمد بالفاتح رحمه الله لو بتاع المصري بتاع زمان يعني استضم بالمجلس الثورة طبعا أخواننا عارفين تاريخ ده كله يعني كان يكتب الثورة من 52 ل 56 حكم عسكري ما فيش دستور أو الدستور 56 ففي أربع سنين كله أوامر عسكرية فكان يكتب في المصر الليوم يعني يديهم فين الدستور فيشتموه فين الدستور فين الدستور فرح أخر ما غلوب منه طلعوا كده كتابة وتشويه وبتاع قالوا ده بيجيب الورق بتاع الصحف ويبيعه ويسرقه فعمل مقاله أيوه بجيب الورق وبسرق وببيعه بس فين الدستور فغلوب منه طلعوا ساعة أنه ماشي مع واحدة وما اثنين وثلاثة 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 قالهم أيوه أنا ماشي مع ستات مصر بس فين الدستور قد الصحافة الصحافة لها منطق ولذلك لازم استعبها يعني أعتقد دي مقدمة بقى الأستاذ الدكتور حسين أنه يقول لنا رأيه في كل هذا بوصفه مديرا للمركز اللي استضاف هذه الندوة وكل الأمور الشائكة الخاصة بالإعلام فلا تفضل أشكر سيادة أولا مساء الخير اسمحوا لي أني أعبر عن شقري وتقديري العميق للمستشار الجليل المستشار عبد الحسين يعني رجل طبعا مش معقول اللي أنا أعرفه أنه علم من أعلام مصر الحقيقة وهو لا يعرف ولكنه راجل يعني واسع المعرفة طاقة بالفكر وعندنا يعني شواهد كتيرة عشان كده إحنا بنستغله الحقيقة في وكل مرة بيبهردني النهاردة يعني المسألة الخاصة بالتعريف بتاع سيادتك من ناحية اللي صعفين فضحي استغلها استغلها وأشكر سيادتك مرة تانية لموافقتك كريمة على قدرة الندوة وطبعا أود أن أحيي الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدود رئيس جماعة الأظهر الأصبر اللي تواجدوا معنا النهاردة في موضوع الشائق وهو الرجل العالم الكليل وأخي الفاضل الأستاذ ياسر رزق فارس الصحافة المصرية والعربية ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أنا أكلم بها صراحة في موضوع قد يكون مغير شوية بس بردو قبل منسى بحب أن أحيي الطلبة الدوليين من جامعة الأظهر اللي هم برحب بيكو الجامعة الأمريكية بالقاهرة اللي جايين من دول جنوب أفريقيا والهند وأندونيسيا وتايلاند وتشاد ومريسيا أهلا بيكو في الجامعة الأمريكية وأهلا بيكو في الأظهر الشريف وأهلا بيكو في مصر أنا أكلم في موضوع الإعلام ومتطلبات الأمن القومي العربي وهو موضوع برضو يتكامل مع النظر خاصة بالإعلام وتطرف الدين الدولي والإعلام والسياسة الخارجية المصرية لأن الإشكالية الإعلام ومتطلبات الأمن القومي بتمثل تحدي كبير قدامنا دلوقتي تحدي على الاستقرار والتنمية وتوافر شروط الأحماية والأمن للمجتمعات ومجبهة التهديدات سواء التهديدات داخلية أو التهديدات خارجية الإشكالية اللي هي حرية الإعلام والطرح اللي هو موجود إزدادت بطريقة غير مسبوعة لإزدادة التكنولوجيا على فكرة هتلاقيوا ناس كتيرة قوي تقول لك الدنيا كلها تفتحت وبعد كلها حرية إعلام غير صحيحة العالم بيحكموا حاجة اسمها مينستريم ميديو يعني القنوات الأساسية اللي بتمد الناس بالأخبار والمعرفة غير الرافض الرئيسي اللي موجود ده كل الحاجات التانية دي ممكن تتمتعوا بما تريدون أن تتمتعوا به لأنه هو بالنحيته هو متمكن ده قناء أساسية في العالم عالمية بتمد العالم وآخرين بالمعلومات هنشترجع بقى للمقولة القديمة الخاصة بالتضافق المعلوماتي لأن البلاتفورم الدنيا الغيارة دلوقتي بقى تحكمها عكتين المينستريم ميديا اللي موجودة وتوالد القنوات اللي هي بشكلها المينستريم ميديا يعني إحنا شفنا خريطة من القنوات الأساسية في العالم خريطة بس بما تمتلكه هنلاقي فيها ممتلكات كثيرة جدا ده موضوع موضوع التاني إن ابتدت الدنيا تتغير واحنا الحقيقة بنحكمها بمنظور تقليدي ليش عايز قول متخلف لأن في حاجة اسمها صحافة المواطنة والمواطن الصحفي دلوقتي كل واحد بيكتب له عايزه وأول ما تكتب حاجة بتبقى جلوبال على طول من العالم كله بيشوفها يعني حرية اللي أنا أدي كومنتات وأكتب مواضيع دي موجودة كلنا بنتعمل معا كل يوم إنما نقول اللي هو الناس اللي عندها نصق قيمي حتى لو متغير شوية ده موضوع إنما الناس اللي هي بتاخد الطرح ده وتستغلوا في امرار رسالة تؤدد الاستقرار ومواضيع تختص بهدم الدولة وتجنيد للشباب كل دي مواضيع مرفوضة لازم لحنا نتعامل معاها لأن هي هتزداد مشا تقل خيص طيب يعني الحاجات دي قنوات الجديدة العابرة للثقافات والحدود والقوميات بنشوفها على أساس إن هي مسألة بقت طبيعية بالنسبة لنا إنترنت بيتعظم شأنها كل يوم عندناش فيها أجهزة تنظيم ولا عندنا تنظيم أعلامي سواء على المستوى الوطني إلا أخيرا في الهيئات الجديدة أو تنظيم على المستوى العربي وعندنا تجارب الحقيقة يعني مش هايزة أتكلم فيها دلوقتي إنما كان في محاولات جدة اللي احنا نعمل تنظيم للإعلام العربي وفشلت هذه المحاولات الحاجة الأخيرة اللي هي موجودة هي إن هناك جماعات متطرفة طبعا وإرهابية طامحة وتهدد أمن الدول إحنا جمعة كل مرة نكلم في الحريات لكننا عالين في أمريكا في إنجلترا في يعني أو في اسكندنيفيا في كوبينهاجن مثلا أو أوسلو أنا الحياة بستغرب قوي مع التهديدات الداخلية اللي موجودة في جماعات متطرفة وجماعات إرهابية بتستهدف أمن الوطن وبنشوف أحداث دامية كل يوم وتهديدات برضو من دول مجاورة وتصريحات رؤساء الدول حتى أخيرا يعني لمسائل الحقيقة خطيرة فهل ده كله لا يعني شيء من ناحية تنظيم الإعلام اللي موجود أو إن سقوف الحريات اللي هي التسعد بصورة غير مسبوقة أصبحت هذه السقوف في إطار الزمن اللي احنا بنعيشه دلوقتي زمن الإرهاب محترئة لدرجة إن قد تكون هناك قرارات بزوال هذه السقوف يعني إحنا الحريات اللي موجودة وهقول لحضراتكم أمثلة دلوقتي عشان بس تعرفوا إحنا موقفين منين في العالم إن الحريات اللي موجودة وبنشوفها على برامج وفضائيات وبتجلنا لغاية عندنا وفي بيوتنا وهي عابرة للحدود والقوميات وجايلنا بالثقافات بتاعتنا وبلغاتنا إلا إنه ما فيش أي تنظيم براعي المسألة طيب أما نشوف بقى التجارب اللي موجودة في حرية الإعلام والأمن القومي اللي موجود التخوفات اللي موجودة أقولها لحضراتكم تشجيع انتشار أولا التهديد لأن القوم أنا مش عرف لكم حاجة أكاديميا يعني عشان ما تزوين عشان ما نطلع من الإطار الأكاديمي الجاف إنما التخوف في هدم الاستقرار من خلال وسائل الإعلام ما نحن نتعامل معه لها قدرة الإعلام سواء داخلي أو خارج بالتأثير على الهوية والتأثير على القيم والمعتقدات بشكل سلبي وهذا يشكل خطرا وتهديدا إحنا كلمنا قبل كده وكتير في المحاضرات بتاعتنا على حروب الجيل الرابع وإزاي الجيل الرابع إحنا بنعايش وإحنا داخلين فيه أهو والخامس بعد كده اللي جاي فيه اختراقات بتتمثل فيه تشجيع انتشار الأفكار والقيم السائدة المضادة للدولة لتكون قوة ضاغطة ومؤثرة في المجتمع اتنين تأثير على الرأي العام والترويج بإطلاق الشائعات والإفتراءات بقصد أو بدون قصد تلاتة تفتيت حالة التماسك والاستقرار الوطني والاجتماعي بهدف خلق عامل الضعف واليأس لدى الإرادة الشعبية أربعة تأثير الثلبي على الوحدة الوطنية والإضعاف منها من خلال إصارة فتن وده حاجة بتحصل كتير وبلابل وقضايا لشغل الرأي العام طيب احنا مصبع لمسألة القوانين والمعادات والموسيق وانا جنبية مدرسة الحقيقة مش قادر لنا يقول حياة كتيرة الحسنة ويمتحني فيها اخضاع الحق في الحريات اللي حرية الإعلام حرية التعبير والرأي في قيود عشان حماية الأمن القوم على الفكرة عندما أتكلم في الأمن القومي حتى في مسألة يقول له بس كلمات الفطفاضة دي أنا لسه جاي من أمريكا وفي صراع ما بين القيادة السياسية والوسائل الإعلام وحرب كتير جدا بنتكلم في المسألة الأمن القومي يعني في المنتداية الإعلامية الموجودة فأجي هنا لأن كلمة متعبر عن كلمة فطفاضة يعني مالهاش معنى لا ليها معنى وليها مئة ألف معنى كمان المسائل دي لابد اللي احنا ننظر فيها لأن ظهر في الفقرة الثالثة من مدة تساعتاشر من مساق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمدة عشرة من الاتفاقية الأوروبية على إن الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات ويشير النص إلى جواز وضع قيود على حرية التعبير بحيث أنه يكون في فقرة الثالثة من المدة 13 من الاتفاقية الأمريكية التي نصت على قوانين لها علاقة بحرية التعبير والصحابة وهو لك على القانون اللي هو كان اسمه كاتريت وبقى اسمه الانفورميشن أكت الموجود في المتعادة الأمريكية طيب الاتحاد الأوروبي وضع قيود على المسألة دي بحيث أنه يكون في نص في المدة 10 فقرة 2 إن التدخل عشان الأمن القومي لي وضع تدابير تدابير ضرورية للمجتمع الديمقراطي والسعي لتحقيق هدف مشروع في النظام في ألمانيا من خلال البندة خمسة من القانون الأساسي بتقيد حرية الرأي والتعبير في الصحافة في منع قطابات الكراهية والقطابات اللي هي العرق العرقية في روسيا ومجلس النواب هناك في البرلمان عنده قوانين كتير بتعزز رقابة السلطات على المدونات الإلكترونية وتزيد العقوبة على المشاركة في تأجيج أي حد بيؤجج الاضطرابات الجماعية والهند في دستورها في حرية التعبير نصت المادة 19 من الدستور الهندي على أن القيود موجودة اجتملت على عدم المساس بوحدة الهند وأمناء القومي والنظام العام ودي أنا لاقيها في حتة كتيرة ببعض في الصين عندي صفحة صفحة كاملة على علاقة الإعلام بالأمناء القومي في الصين وأنه في حظرة على حاجات كتيرة جدا موجودة أنت عارفين حضركوا يعني في حظرة على مواقع الشبكات الاجتماعية زي تويتر وفيسبوك وسناب شاب حاجات كتيرة قوي زائد طبعا عندهم جيش إلكتروني بيحارب بيرصد ويحارب أي مواقع بتهاجم الصين النص في باكستان من قانون مكافحة الإرهاب بتحصر بتحذر المادة 11 في قانون لمكافحة الإرهاب على نشر وتوزيع أي مواد إعلامية تحرد على الكراهية ولابد وفي إدانة الأعمال الإرهابية وإحنا عارفين الحاجات دي حصل في كولومبيا عندهم نص المشروع جديد للمعلوماتية بنص على عدم المساس بالأمن القوم في جمايكا في بيانات كتيرة مقتصة بمعاهدات بتوصي بتغييرات الوصول إلى قانون الإعلام لأنه خاص بالحفاظ على الأسرار القومية دي بقى مسائل يعني مش هنقدر نقول فيها حاجة في المكسيك في مشروع قانون الأمن القومي في المكسيك اللي هي قادة صلاحيات جديدة وسعى للسلطات للتعامل مع أي شيء موجود في النشط مع العقبات اللي بتثيرها للأمن القومي في المكسيك في البرازيل هنسيب الحاجات دي هنخش بقى قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية هو قانون الأمريكي الصادر في 2 يونيو 2015 وعاد شكل عدة أحكام قانون باتريوت الأساسي وهو قانون بيفرض القيود على الجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بالاتصالات والتنصت على المواطنين من قبل طبعا وكالات الاستقبارات وكذلك وكالة الأمن القومي الأمريكي يعني البلاد اللي فيها حريات كبيرة أوي ما زالت بتختفز بأمنها القومي وما هواش لعبة المسألة أمن القومي العربي النهاردة بدون تنظيم جد هيتعرض لهذا لأن الحرية مسؤولة والحريات ما هياش حريات مطلقة وما هياش أرض خاصة للمتطرفين أو الإرحابيين إحنا عايزين نرجع تاني للوسطية اللي موجودة ونقدر اللي إحنا نتعامل بها طبعا عندنا أستاذ الدكتور ممكن يفدنا في إزاي اللي إحنا نوصل لنسق يعني متوازن أعتقد أن مؤسسة اعتدال اللي هي ممكن تكون شبكة من الإدارات الفكرية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي وتكون مركز ضخ لمسائل ليس فقط رصد ولكن أيضا طرح مبادرات هذه المبادرات تتخذ مناحي جديدة وأفكار جديدة في التعامل مع المعلومات والإعلام والرسائل خاصة أن الوقت الآن بعد ما يسمى بالربيع العربي ما زال المشهد يعجب بالاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية والصراعات الأهلية والهجمات الإرهابية بل والحروب الخارجية فالجدل قائم حتى الآن ولا محالة من الدفاع عن الأمن القوم العربي واستقراره فله منا ومنكم أولوية قصر أشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لنفتح لنا مجالات أخرى الحقيقة هو أثار المسألتين يعني متداولتين لكن يعني أرددهم على مسامح حضرككم اللي هو الأسرار والأمن القوم مشكلة إن تناولها الإعلام أو تناول الإعلام على الشيء ولك ده سر أو يمس الأمن القوم فما هي الأسرار في العصر الحالي ما هو مستودع السر مفهوم ويد الوقت وما هو الأمن القومي وما فهم حاليا حاليا الأمر بيختلف عن سنوات سابقة بالتأكيد أظن حضراتكم لسه وانتم مشين في الشارع أو على كبري أو حاجة بتلاقوا يفطح لسه عجيب أوي ممنوع الاقتراب والتصوير حيطة كده وإحنا مشين جنبيها بردو والعربات جنبيها وكله وممنوع الاقتراب والتصوير كبري وعليه هفطة قد كده ممنوع الاقتراب والتصوير ده أيام مكان دي الكباري مسألة مهمة عشان من الجيل أو صور خاص بمعسكر الجيش في قلب الشارع يعني ممنوع الاقتراب والتصوير يعني أول ما نشوف الافطة العجري مثلا وليا عملي بالزبط يعني يعني طبعا أصبح دي من الحاجات اللي يعني ما عادتش بت تجرم يعني ولا حاجة تصوير إيه وبتاع إذا كان الناس اللي فوق دول عمالين بيصوروا كل دقيقة العالم كله كرة الأرضية كلها بدقائق ها وبشوارعها نحن اللوات لما بنجيب خريطة لمدينة وأنا محافظ عشان نشوف التعديات اللي حصل لتعني كل يوم كنت أقول لهم هاتوا الخرايط تاع جوجل كل يوم أو ملاقي المبنى طلع هنا المبنى المفاتيشين الزراعيين ممكن يفوت ياخد رشب ياخد حاجة إنما الخرايط اللي بتجيني من الأمر الصناعي بتعرفني إن فيه هنا لم يعود هناك سر وبعدين الأمن القومي كان منصب بزمان أوي على الحاجات العسكرية وكان على الحاجات العسكرية العجيبة لو جه واحد كده اتمسك على أساس النجسوس لأنه بلغ العادو إنه عندنا مية دبابة يعني إيه هو احنا بنصنع الدبابة احنا مية دبابة كده خبر يطلع كده تصريح يطلع كده اتعقدنا على كام طيار رفال وكام بتاء الله يبقى ده سر بقى ولا العدد بقى سر معتش سر مؤكد لما بيطلع كل مدة كده يقولوا الجيش الفلاني من نمر كام في العالم إحنا مش عاف كام 12 الأربعة زدنا علينا بقى جابوا منين جابوا ده من البيانات والاستعدادات والمش عارف الإمكانيات والتدعيبات والله إذن المستودع السر علي ما عادش زي زمان إن الواحد يعمل إحنا كنا زمان لما بنحقق قضية خاصة بالمنظمات الغير القانونية والآخر كان زمان بيبقى في قواعد كده لازم نسأل علشان نقول القضية دي مظبوطة والمنظمة دي غير قانونية غير شرعية عشان نترافع ضده كان لازم نقول من هم الأعضاء نعرف بيتفاعش تركات قد إيه اسم المنظمة إيه وبعدين بيحلفوا يمين دي كانت الشروط الأساسية لقوام منظمة معينة ده فيش الكلام ده الطيار بتاع يعني القعدة داعش ما حد شاف البغدادي ولا حد شاف فلان فلان إذا هو خلاص آمن بالفكر وبشتغل فالدنيا تغيرت مفهوم أمن قومي مستوى الأسرار البيانات إلى آخر أعتقد تحتاج إلى دراسات ودراسات وأفكار وفهم ولذلك تركت هذه الأمور وتفسير النصوص الخاصة بهذه المسائل لتقدير القاضي مسألة مختلفة يوم عن التاني واحد عن التاني من درج ومن هنا بنقع في إشكالية من هو القاضي الذي يعرف ويفهم ويقدر كل هذه الأمور عشان يحكم في القضاء بالتأكيد وعشان نفتح باب المناشى أقول لكم على حكا لطيف قبل حرب 73 كان في مظاهرات طلاب وفي الجامعة فكان بيطب على الطلاب اللي بيعملوا مظاهرات وبنح بسهم وأنا كنت رئيس أن يابت من الدولة فبنروح عشان نجد الحبس فبنروح نطالب بتجديد الحبس الله يرحم المحامي الشيوعي المعروف اللي كان والد رئيس وزارة نبي الهلالي نبي الهلالي كان بيحضر مع الناز ذي لأن كلا يساريين ويسار جديد وش يعين أحيانا وعلى آخر رئيس المحكمة فالأستاذ نبي الهلالي بيترافع بيقول هو الطلب اللي قدامك دي ما كانتش في منظمة غير مشروعة دي في الأسر اللي في الكلية والمشرف عليها الأستاذ الدكتور فلان يقول آه يعني خلية يقول لا مش خلية ده أسرة خلاص أنا ضمنت لتجديد خلاص أنتين وأعد أتحك وبص النبي الهلال الذي يرحمه وهي بصلي يعني اشرح لأ قلت له لا من عايز يتحبس يعني وقد كان طلع يقول نعمل فيك وإيه ندعال وطلع لا بدا أنت كنا باب الخلق قلت له ما عند بتلانا برا وهو أصدقاء يعني قلت له بص السيدة زينة بن نحادي والحسين النحيادي روحو كنس علينا السيدة زينة فلان هذه الأمور لابد فأنا تكون دلوقت تحت الدراسة والتوعية والتفكير كل مؤسس خلاص المفاهيم دي كلها ضيارة وانتهت وهي لآخر شيء كبير معرفش سيد السفير لو شرفنا كده لازم تقول لها حاجة مش ممكن نعصر على المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية دون أن يعني يصوب لنا المشهد ويقول لنا حاجة تفضل سيانة تفضل أولا أشكر حضراتكم جدا على الدعوة الكريمة النهاردة والمشاركة أنا كنت جاي مستمع ومش جاي أن أتكلم وفي وجود طبعا القامات الكبيرة يعني لو تسمحوا لي سأقول بعض الخواطر البسيطة حول الموضوعات أو المحاور التلاتة التي تكلمنا فيها المحور الخاص بالتطرف والإعلام أو إعلاقة الإعلام بالتطرف خليني أوضح الأول برضو أنا مش إعلامي ومش متخصص في مجال الإعلام أنا بتعامل مع الإعلام ولكن أنا متخصص يعني محترف في هذا المجال هو الحقيقة أنا مقتنع بداية أن الإعلام مهنة وهي مهنة لابد من احترافها كي نتمكن من استخدام هذه الأداة بالشكل المؤثر اللي يحقق المصلحة منه وأي تصور مخالف لذلك أو تصور أنها يمكن بمجرد المشاعر الإيجابية أو الطيبة أو الإنفعالات أو حب الوطن أن نحن نستطيع أن نحن يعني ننتج إعلاما التأثير أو قادرا على توجيه الرسائل المطلوبة إيبقى إحنا بنخدع نفسنا المحور الخاص بالتطرف واضح جدا أنه داعش وسيتك تكلمت عن داعش وتنظيم داعش أنه استطاع أنه يعني يمتلك تلك الخبرة أو القدرة على استخدام الأداة الإعلامية استطاع أنه يصدر الخوف والرعب في النفوس وفي عقول ووجدان كل من يطلع على هذه الأفلام والصور وخلافه وبالتالي الرسالة هنا كانت واضحة والهدف كان واضحة هو راح لناس محترفة واستخدمها لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه وهو تصدير الخوف والرعب في نفوس البشر الحقيقة الحقيقة في مراكز كتير النهار بتتكلم على موضوع مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب أو فكرة المقاومة الفكرية للإرهاب ومصر من الدول الرائدة في هذا المجال دلوقتي لأنها بتمتلك الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وتلك القدرة الناعمة على القدرة الناعمة أو القدرة الفكرية التي تستطيع أن تواجه الفكر بفكر آخر وبطرح فكري واضح طبعا أنا سعيد جدا بالجهد اللي بيقوم به الأزهر ودار الإفتاء المرصد الأزهر الشريف ومرصد دار الإفتاء المهاردة بنتكلم عن فوق الأربعة أو خمسة مليون متابع لهم على شبكات التواصل الاجتماعي مجلات إلكترونية بتصدر باللغات الست أو سبع لغات محتاجين إن إحنا نوظف ده أكتر ما أعتقدش إن فيه نسبة كبيرة من الشعب المصري نهيك عن الخارج على دراية بالجهد اللي بيبذل في هذا الموضوع هذا يحتاج إلى قدرة إعلامية كبيرة لنشر الجهد اللي بيقوم به الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مقاومة الفكر المتطرف أولا بداية من رصد الفتاوى التكفيرية والرد عليها وضحد تلك الفتاوى مؤخرا في بعض الكتابات اللي بدأت تصدر لتتحدث عن كيف يتم تجنيد الإرهابي كيف يتم صناعة الشخص الإرهابي منذ الصغر إلى فترات إلى أن يصبح قنبلة موقوتة مشروع انتحاري العالم بيفتقد أو المجتمعات الغربية بتفتقد الترح الفكري ده لدينا من القدرة ولدينا من الثقافة الدينية ولدينا من الخبرة التي نستطيع أن نوظفها جيدا في هذا التوجه اللي في الحقيقة ده هيقوي ويعزز من دور مصر ومن سياسة مصر الخارجية ومن قدرة مصر إنها تبرز ودورها يبرز على المستوى الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من الزاوية الخاصة بمكافحة الفكر المتطرف في مراكز أخرى في صواب في هداية في اعتدال مؤخرا مع احترامنا للكل وكل هذه المراكز بتسعى بشكل أو آخر أنها تكون لها إسهام في موضوع مكافحة الفكر المتطرف إلا أن زي ما بيقولوا النوهاو عندنا في مصر وبالتالي يجب أن نحن نستفيد بدأ الأستاذ ياسر التحدث باستفادة عن علاقة الإعلام بالسياسة الخارجية وطبعا هو خبير في هذا الموضوع وهو خبير أيضا عسكري في الإعلام العسكري وكلنا نعلم ذلك بحب بس أقول أنه الدولة السياسة الخارجية للدولة محتاجة لإعلام قادر على تحقيق هذه الأهداف سواء الرد على ما يثار عن مصر أو ما يكتب عن مصر في الخارج وهي كلها يعني محاولات مستويتة لتشويه صورة المجتمع المصري لإظهار صورة أخرى غير الحقيقية لإضعاف من قدرة مصر على القيام بدورها الوطني ودورها الإقليمي ودورها الدولي لن نستطيع أن نواجه ذلك إلا بإعلام كما عشر إعلام محترف وإعلام قادر على دعم الدولة النهاردة الإعلام أصبح أداة أساسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة الإعلام قدرة هائلة وطاقة هائلة على التأثير نحن نفتقدها إذا كنا بنعمل كهواء وإذا عملنا كمحترفين نستطيع حضرت بحضرتكم مثل على مدار الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة رأينا قنوات عربية تحولت أربعة وعشرين أو مئة وتمانين درجة واستطاعت أن تطلق حملات مكثفة بكل وبأكبر قدر المهنية لتحقيق أهدافها في أربعة وعشرين ساعة هل نستطيع أن نقوم بذلك هل نستطيع أن نرسل أو نستفيد من قدرة الإعلام في خدمة أهداف الدولة وسياسة الدولة بهذه الطاقة وبهذه القدرة ده تحدي بالتأكيد بيواجهنا كلنا دكتور حسين تحدث عن ما يمكن طرحه على أنه مسألة العلاقة بين الإعلام والأمن القومي مسألة الكود في أثيكس مدونة السلوك أو القيم أو ما أعرف ما أعرف العربي يعني يعني وجود إطار تنظيمي مال للإعلام ده مطلوب بنأمل يعني كنت أحب أسمع من حضرتك على الهيئات الوطنية التي نشأت مؤخرا هل يمكن أن يكون لها دور فعلا في وضع الإطار المنظم للإعلام يعني الإطار الذي نقول من خلاله ما هو مفيد للأمن القومي للدولة ما هو مضر للأمن القومي للدولة ما هي المعايير التي يجب أن توضع دون غلو ودون إفراط لأنه في النهاية نحن لا يوجد مجال للكلام عن إعلام موجه لا يوجد مجال للكلام عن تكميم للأفواه المسألة خرجت عن السيطرة ولا يستطيع أي بشر أنه هو يقيد من قدرة الإعلام أو من حركة وحرية الإعلام ولكن الجميع يتحدث الآن أيضا على أهمية وجود مثاق شرف إعلامي أهمية وجود مدونة سلوك حتى في علاقتنا مع الدول الأخرى نحن نتحدث الآن مع السودان على سبيل المثال على أهمية وجود مثاق شرف إعلامي ما هي الضوابط التي تربط هذا وتحدد هذا الإطار فنأمل أنه المؤسسات المختلفة التلاتة الخاصة بالإعلام يكون لها إسهام بالفعل في هذا المجال يتجاوز مسألة الإدارة إدارة الصحف وإدارة أسلوب إدارة الصحف بشكل أو بآخر وأنا أشكر حضراتكم جدا على إتاحة الفرصة لي وأنتمي لكم كل المجال شكرا يعني في ضيف موجود هنا جديد الأستاذ خالد من لأستخطاء الأخبار لو لك تعقيد يعني على أستاذ خالد فضل فضل طبعا أشرف أن نكون معرض و بدعوة كريمة من الدكتور حسين واللي دايما بيسعدنا بالندوات والموضوعات التي يقترح للحوار الحقيقة أن احنا من خلال الإزاعة والتلفزيون بنقوم بالدور المنط بينا والمرحلة اللي جاية إن شاء الله تشهد تطور أكتر في المعايير في التركيز أكتر في تقليل عدد القنوات في أداء الرسالة الإعلامية بشكل أمثل عن ذي قبل ده ما يقللش ساق شرف أعلامي وقد عهدنا ده في التغطيات مع وزارة الخارجية وفي غيرها من التغطيات وموجودين على الساحة دائما قد نكون بنهاجم بشكل كبير جدا طبعا للتقليل من قدر ما سبيره أو من قدر هذا الجهاز العظيم معانا جيل من المحترفين معانا ناس مرسلين أو مزعين أو غيره قادرين على تقديم مضمون جيد جدا جدا إن شاء الله هيتم تقليص في عدد القنوات المعدل الأداء وأداء الرسالة الإعلامية هيكون لها معايير أخرى مختلفة وبدأنا منذ الواحد ستة إن شاء الله هيكون في إلغاء لقناة صوت الشعب وهيكون التركيز في القنوات الأخرى النيل والنيل ومعانا محطة راديو مصر كمان فده هنتكامل إن شاء الله لتقديم الرسالة بشكل أفعل في الفترة اللي جاية من خلال طبعا مواجهة الشائعات أكتر من برنامج كنا بنناقش فيه همزة وصل وغيره من البرامج بإننا نبرز الشائعة ونحاربها في نفس الوقت من خلال الرسميين سواء وأحيانا كثيرا كان معالي السفير كان بيشرفنا في ده إننا نواجه الشائعات سواء في النشرات والخدمات الإخبارية أو في برامجنا على واجه العموم وإن شاء الله اللي جايب يكون الأفضل شكرا جزيلا معالي السفير بحش أنا بشكر بشكر حضراتكم جميعا وإذ لم يصلني أي استفسار مكتوب والتالي خلص المعنى لم يصلني أي استفسار مكتوب وكان مقدرا أن يكون للندوة مجرد ساعة ونصف إحنا بعلنا ساعتين وشوية فأنا بكرر الترحيب والشكر لحضراتكم جميعا وأعتقد أن كلنا نتفق أننا نطلب من الدكتور حسين أن يواصل مثل هذه الندوات يعني موضوعات كثيرة تفتحت موضوعات كثيرة وعناوين كثيرة ظهرت تستاهل كل عنوان فيها ندوة فيعني أرجو أنه يرتب بقى سلسلة ندوات على هذا المستوى وشكرا لحضراتكم موضوعات كثيرة بسرعة يعني أخيراً أن أحب أتوجه بشكر طبعاً للمعالي البستشار الجليل اللي هو قدر النجوة دي باحترافية رفيعة المستوى صراحةً يعني السهل الممتنى والسادة طبعاً المشاركين في المناصة أستاذ الدكتور رفييم الهودهود والأستاذ ياسر فريز واسمحوا لي بس لنا من خلال المركز اللي احنا نكرر بهم لتوجه معنا المعالي بلحظ حد ياخد لسورة طبعاً حد يشورة بس عشان الصحفي منه جايبين 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 ممكن ممكن حد يصوره يصور ستة مستوى صراحة ده موجودين موجودين بيهد أنا 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 ما علينا ايدي أخلي بالس هيتك محكري في أصل دي ده مجد طرف جيد نزي 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 شكراً 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 بلحظ دكتور شكرا